بعد أشهر من الإخلاق تستعد مدينة ديزني لاند في هونغ كونغ للافتتاح مجددا واستقبال الزوار بدءا من الخميس لكن ذلك سيجري وفق ضوابط محددة حيث ستحد ديزني لاند من عادة الزوار وستطلب الدخول ارتداء الأقنعة الواقية والأشكال الصحية المصاحبة من الزوار فضلا عن المسافة الاجتماعية بينهم كما استمر حظر الأنشطة التي تتطلب تفاعل وثيقا مثل جلسات التصوير مع شخصيات ديزني وتعد مدينة ديزني الترفيهية في هونغ كونغ ثاني مدينة ديزني تفتح أبوابها حتى الآن في ظل وباء كورونا بعد أن أضاءت مدينة ديزني في شانكهاي أضواءها الشهر الماضي هذا ولتزال سارية إجراءات تباعد الاجتماعي في هونغ كونغ التي تحضر تجمعات لأكثر من ثمانية أشخاص وتحد من قدرة المطاعم ومؤخرا سجلت المدينة نحو ألف ومائة إصابة جديدة بفيروس كورونا فيما تحاول السلطات تحقيق توازن بين المخاوف الصحية والجانب الاقتصادي ودرجة تحمل المواطنين اشتركوا في القناة